أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم صدق الله العلي العظيم يا شباب الإسلام لعل العدو الناصب اليوم وأعني بالناصبي هو ذلك الرجل أو المرأة الذي نصب العداء لآل محمد ومن أحبهم ووالاهم وشايعهم وتابعهم هذا العدو يركز في أذهنتكم أن شعائر الحسين عليه السلام شعائر شركية طقوس شركية تسير بكم إلى المجهول تسير بكم إلى مسخ الإسلام من نفوسكم وبكل الصدق أقول لكم أن هذا كذب وكذب محط فلسنا قاصرين في قراءة الأديان التزويرية ولسنا قاصرين في قراءة الأديان الشركية ولسنا قاصرين في استقراء أديان الملأ من دين الله وإمبراطورية التوحيد التي بناها محمد صلى الله عليه وآله تقوص وشعائر الدين التزويري والدين التخديري الغاية منها إلهاء الفرد عن الوعي إلهاء الفرد عن القضية الحقة إلهاء الفرد عن المبدأ الحق ولذا تجد أن أديان الملأ إنما أوجدت تلك الطقوس وتلك الشعائر لتوجد مفهوما اسمه الأسياد والأرباب وتدفعهم نحوهم دون الله سبحانه وتعالى فهل هذا موجود بشعائر الحسين؟ أليس الفرد حينما يقف في عاشوراء يلطم صدره ويبكي بحرقه على إمام معصوم حجة الله على الأمة يقتل في وضح النهار في مؤامرة دنيئة وخسيسة وحينما يسأل المسلم الذي قتله لما قتلته يقول قتلته طاعة لعتل زنيم اسمه ابن مرجان أسألكم بالله الحزن على هذا الإمام ألا يوجد في النفس واعزا للتحرر واعزا للحرية دافعا نحو الوعي أين التخدير في رجل يمسك سيفه ويخرج يوم العاشر ليضرب رأسه ويجعل الدم ينزف من رأسه ويقول للنواصب يقول لأعداء الإسلام يقول للمزورين إن ضربتم أو فجرتم أو قتلتم أو فتنتم فإني ثابت على الحق وإن رأيتم مني ميلا قبل محرم فها هو محرم وبشعائره يرجعني إلى سكة الله وسكة محمد صلى الله عليه وآله هذا تخدير أين التخدير في فرد يستذكر في واقعة الطف الأليم مشروع الإصلاح الذي نادى به الحسين ضد الفاسدين ضد المفسدين ضد المزورين ضد ذيول الاستكبار ضد ذيول الاستعمار ضد ذيول تلك السقيفة التي انحدرت بالمجتمع المسلم نحو الهاوية حتى برزت اليوم في تنظيم سخيف سفيه يدعي تمثيل الإسلام وهو داعش بربكم الفرد الداعشي هو المخدر أم الفرد الحسيني هو المخدر كيف تتوقعون وتصدقون أن شعائر الحسين توجد الغفلة ما رأيت فردا صدق في إظهار تلك الشعائر وفعل تلك الشعائر إلا وتجلت إنسانيته تحرر توعى بالحسين استهدى بالحسين صلوات الله وسلامه عليه ألا تعلم أيها المسلم أن المعصوم الدليل إلى الله سبحانه وتعالى وأن حججه عز وجل أدلاء عليه وإن سألتك وقلت لي نعم أعلم ذلك وأقول لك كيف تريد الوصول إلى الدليل لتترقى إلى المعبود ستقول لي أسير على نهجه ثم أقول لك وكيف يتسنى لك السير على نهجه فتقول لي أن أوجه وجداني له أقول لك وكيف يتوجه وجدانك إليه ووجدانك يدخله الشيطان والدنيا والهوى والردس من كذب ونفاق وما في هذه الحياة التي نراها ونعيشها فلن تجد حينها إلا إجابة واحدة وهي عاشوراء عاشوراء بدمعتها نعم عاشوراء بفكرتها عاشوراء برايتها عاشوراء بمنهجها عاشوراء بلطمها وتطبيرها ينقل وجدان ويطهره النواصب أرجس خلق الله النواصب أخون خلق الله لله باعوا القضية وتاجروا بالمبدأ وكان أنصارهم المخدرين وهم المزورين انظروا جيدا وتحققوا من الذي جعل الإسلام في نظر الأمم دينا رجعيا النواصب من الذي جعل الإسلام يبدو للقارئ دينا متخلفا النواصب من الذي صور محمد على أنه أمي جاهل لا يقرأ ولا يكتب ويبحث عن النساء فقط النواصب انظروا وتحققوا وإن لم تصدقوني فاسألوا أخوانكم المسلمين الذين يسكنون في الغرب في الجاليات الإسلامية قولوا لهم ما الذي يفعله النواصب وكيف يدمرون الإسلام كونوا واعين وآمنوا وصدقوا واعتقدوا أنكم الحق وأنكم تسيرون على الحق وأن لكم فقهاء قادة يعرفون ويعون وما يقروه فخدوه وقد أقروه هذا الناصب الذي يجلس بكل وقاحة وصلافة ويعيبك على مواقع الأنترنت فليعب نفسه حين اختصب الإيزيديات في العراق فليعب نفسه حين قتل أناسا مسلمين في مسجد في الكويت فليعب نفسه حين قتل المرأة والرجل بدون ذنب في سوريا فليعب نفسه حين قتل الأطفال في اليمن فليعب نفسه حين تآمر على أمة الإسلام وصار يدا مطواعة لألعيب الاستكبار والثالوث الغربي الذي دمر وفعل ما فعل في أمة الإسلام افخروا بتطبيركم ارفعوا هاماتكم تلك التي خضبت بالدماء ليراها النواصب وليعلموا أن هناك رجال لا يتقدم في قلوبهم الولاء لآل محمد صلوات الله عليهم وليعلموا أن هناك رجال لا يتقدم في قلوبهم ولاء على ولائهم لآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم حي الله المطبرين حي الله اللاطمين على صدورهم حي الله المنقين لوجدانهم حي الله المصلحين حي الله السائرين على منهج الحسين حي الله المحبين للحسين حي الله الرافعين لراية الحسين عليه السلام حي الله من اختارهم الله لتخليد أوليائه ولتخليد كلمته وإعلاء كلمته أقبل تلك الهامات التي علتها الدماء أقبلها بكل الصدق وأفخر أني منكم وأنكم أناس يتطهرون نعم أفخر أنكم أناس يتطهرون والحمد لله الذي جعلنا نطرد من قرية الفاسدين لماذا طردنا؟ لأننا متطهرين بالحسين صلوات الله وسلامه عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين لا تنحى الصرخة هيها عاشورا فوق الشمهات 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 المترجم للقناة